أما على مستوى دور الأبطال فالزمالك يقص شريط مشاركاته في النسخة الجديدة من دور أبطال إفريقيا عبر الدور التمهيدي مباركة المفروضة تلعب من أسبوع تقريبا لكنها تأجلت لتقام غدا في الكاميرون مش في تشاد في ملعب تابعناه كثيرا وشفنا مشاركة منتخب مصر ضمن منافسات المنتخب في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة اللي حصدنا وصفتها ملعب أحمدو أهيتجو الزمالك يحال ضيفا في الخامسة بإذن الله على فريق ألكت ألتشادي أعلن مستر جسولدو فريرة القائمة اللي طالبها بضرورة حسم التأهل إلى الدور المقبل الـ 32 من هناك من الكاميرون وعدم الانتظار للمشاركة هنا بعد أسبوع في القاهرة قائمة الزمالك لمواجهة الغد بإذن الله كل التوفيق كالتالي محمد عواد ومحمد نديم وسيد عطية في حراسة المرمى خط الدفاع محمود حمدي الوينش محمد عبد الغني حسام عبد المجيد حمزة المسلوسي أحمد فتوح محمد عبد الشافي عبد الله جمعة خط الوسط إمام عشور محمد أشرف روئة أوباما محمد حسام بيسو سيف فاروق جعفر عبد الله سيد عبد الله محمود عبد الرازق شيكبالة أحمد مصطفى زيزو خط الهجوم سيف الدين الجزيري يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف معنى كده أنه بيغيب عن قائمة الزمالك محمود علاء بيغيب عن القائمة ربما ده تمهيدا تمهيدا لخطوة احترافية جديدة في مسيرة المدافع اللي أقدم الكثير مع نادي الزمالك وطبعا هو المدافع الدولي اللي كان غاب من منتصف الموسم سواء بسبب الإصابة أو بسبب رؤية فنية قبلها كان بسبب مشكلة جماهيرية مع جمهور نادي الزمالك في إحدى المباريات القرية مباراة الغد ما بين الزمالك وإليك تالتشادي سيقودها طاقم تحكيمي كونجولي بقيادة بير جان جوين إن شاء الله الزمالك ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء القاهرة اللي هيتلعب في منتصف الأجندة الدولية فإزاي هتمشي الدنيا هل اللاعبين هيتم عمل يعني الاستقرار ما بين المنتخب وما بين الزمالك ولا الكل هيلعب في المنتخب ولا مباراة الزهاب هي اللي هتحدد ده بالنظر لأنه ممكن تبقى نتيجة مريحة فساعتها تبقى الأمور بتسير بتنصيق جيد وهنشوف الزمالك كمان بيحاول إن المباراة تأجل بعد التوقف الدولي لكن كله هيبان بعد مباراة الغد اللي إن شاء الله الزمالك يحسمها بنتيجة إيجابية ماذا قال فريرا للعبي الزمالك قبل هذه المواجهة غدا قال لهم بكل وضوح حسم التأهل من هناك في الكاميرون قال لهم أطالبكم بضرورة التركيز في مواجهة ألكت سبورت عليكم العمل على تحقيق الفوس دون الاعتماد على مباراة العودة من المهم أن نبدأ بقوة في دور الأبطال وتوجيه رسالة قوية للمنافسين وعن الآخر هنا هنتكلم في النقطة دي الزمالك من سنة 2002 لم يتوق ببطولة دوري أبطال إفريقيا شارك كثيرا وفي كل عام تقريبا إلا في نسخة أو اثنين لم يشارك في هذه ترجمة نانسي قنقر